بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أمطار من الحديد ربما تستغرب أخي الحبيب من هذا العنوان نحن نعلم أن المطر يكون من الماء ولكن من عجائب الخلق في الكون أننا سنكتشف اليوم أن هناك بعض الكواكب الأمطار عليها تكون زخات من الحديد فدعوني أتأمل معكم هذا الاكتشاف العلمي طبعا أيها الأحبة العلماء اكتشفوا جرما يدعى لومان سكستيم بي طبعا هذه أسماء علمية فقط لنميز يعني بين كوكب وآخر أو بين نجم وآخر هذا الجرم يبعد عننا بحدود 64 تريليون سنة كيلومتر 64 تريليون التريليون يعني هو واحد وبجانبه 12 صفرا أو هو مليون مليون يعني ممكن أن نقول بعد هذا الكوكب عننا 64 مليون مليون كيلومتر فهو بعيد ولكن طبعا بالمقاييس الكونية هذا البعد يعتبر لا شيء أمام مليارات السنوات الضوئية هذا البعد يعتبر ذرة في الكون طبعا هذا الجرم له ميزة عجيبة جدا أن الغلاف الجو المحيط به لا يتألف من الهواء كما على الأرض مليء بعنصر الحديد السائل شيء عجيب والله أيها الأحبة هذا الحديد طبعا يتكثف مثل بخار الماء لأن درجة الحرارة مرتفعة جدا ثم ينزل على شكل أمطار حديدية يعني صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى طبعا النماذج التي صنعها الخبراء على الكمبيوتر وقاموا بتصميمها تشير أنه حين يبرد هذا القزم البني وهو الجرم أو الكوكب تتشكل في غلافه الجو قطرات من الحديد ومعادن أخرى ويقول العلماء أن هذه القطرات تتجمع على شكل سحب يعني هناك غيوم من الحديد ولكن طبعا درجة حرارة عالية جدا فتبدأ بالنزول تصور أخي الحبيب لو أن المصادة فهي التي تحكم أرضنا هنا الآن يعني وجود هذا الماء من فوقنا هو نعمة عظيمة لا ننتبه لها عندما نخرج إلى كواكب أخرى ونرى أن غلافها الجو أحيانا يكون مليء بغاز ثاني أكسيد الكربون غاز الميثان غازات سامة كلها وكواكب مليئة بأبخرة الحديد يعني شيء مدمر لا يستطيع الإنسان أن يحيى أو يعيش أو يخلق أصلا أو يولد فتخيل أن الله عندما هيأ لنا هذا الغلاف الجو جاء مناسبا لنا هل هذه مصادفة أم بتقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى لذلك العلماء يقولون أن هذه الأقزام البنية وهي طبعا أكبر من الكواكب التي في حجم المشتري طبعا أكبر منه يسمونها قزم بني تصنيفات يعني في علم الفلك وهي أصغر من أن يحدث فيها يعني ما يسمى بالتفاعل النووي أو الانصهار النووي طبعا هذه الكواكب يمكن أن نطلق عليها نجوم فاشلة يعني هو لا يستطيع أن يولد أن يقوم بتفاعل نووي لتوليد الطاقة وبنفس الوقت هو ليس كوكب فيسمى القزم البني طبعا هذه الأجرام تبدأ دورتها الكونية ساخنة فتبعث ضوءا خافتا ثم تبرد تدريجيا طبعا هنا أيها الأحبة درجة الحرارة تصل إلى 927 درجة مئوية وقد اكتشف العلماء يعني عدد من هذه الأقزام البنية واخترعوا تقنية جديدة لكشف ورصد هذه الأجسام من خلال تغير درجة البريق على سطح هذا الجرم طبعا أيها الأحبة يعني بعد هذا الاكتشاف المثير للانتباه أنا كمؤمن عندما أقرأ آية تتحدث عن إنزال الحديد من السماء فإذا كان اليوم العلماء إذا كانوا اليوم يرون بالمراصد وبالمعادلات الرياضية وهم متأكدون أن الحديد ينزل من السماء على بعض الكواكب طيب ما الذي يمنع نزوله على الأرض في فترة من الفترات قبل ملايين أو بليارات السنين لاحظتم أيها الأحبة يعني الملحدون عندما انتقدوا آية عظيمة في القرآن وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد قالوا كيف يمكن للحديد أن ينزل لم تتصور عقولهم ذلك اليوم هم يتحدثون عن أمطار من الحديد تنزل على بعض الكواكب أو الأجرام السماوية طيب لماذا لا تستغربون يعني تستغربون القرآن عندما قال وأنزلنا الحديد ولا تستغربون وكالة ناسا عندما تقول هناك أمطار من الحديد تنزل على بعض الكواكب إذن سبحان الله هذا تناقض أيها الأحبة طبعا أحبة في الله يعني الآية الكريمة التي جاء بها القرآن وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس كلمة أنزلنا هي كلمة حقيقية تؤكد أن الأرض تعرضت في عبر تشكلها عبر مليارات السنين لمليارات النيازك الحديدية التي ضربت هذه الأرض ونحن نعلم أنه في فترة من الفترات كان كوكب الأرض ملتهبا في بداية تشكلها وكان الغلاف الجوي ملتهبا فما الذي يمنع أن تنزل أمطار من الحديد وتستقر على الأرض وفي باطن الأرض؟ نحن نعلم أن نواة الأرض في معظمها تتشكل من الحديد وهي التي تعطي المجال المغناطيس للأرض إذن هنا أيها الأحبة نقول لكل من يشكك بالقرآن الكريم قبل أن تشكك لحقائق القرآن اقرأ ماذا يقول العلم اقرأ أن وجود أن عملية إنزال الحديد أنت تراها بعينك الآن على كواكب أخرى فلماذا تستغرب حدوثها على الأرض؟ والقرآن حدثنا عن ذلك لذلك هذه الآية أيها الأحبة من آيات الإعجاز العلمي العظيمة التي تشهد أن الذي أنزل هذا القرآن هو الله تبارك وتعالى وليس من تأليف محمد النبي عليه الصلاة والسلام كان منشغلا بالدعوة إلى الله لم يكن متفرغا للحسابات والأرقام والرصد وعلم الفلك ليقول وأنزلنا الحديد ثم ما الذي سيستفيده في ذلك الزمن؟ أنه يتحدث عن إنزال الحديد في زمن؟ يعني هذه المعلومة لا تقدم له شيئا إذا كان يريد السيطرة والشهرة والمال والنساء والكذا كما يدعون ماذا ستقدم له هذه المعلومة؟ إذن هذه الآية تشهد على صدق القرآن وأن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تشهد على صدق القرآن تشهد على صدق القرآن